اشتركوا في القناة محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنويا وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية كذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدائمها بوسائل اختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية والحفاظ على مغزون استراتيجي من الرؤوس الحية الداخل مصر إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة